السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كديري لبسي لكم بخير. صحر بس. أتمنى تكونوا كلكم زيانين إن شاء الله. بنائنا لوحد طلبات مجموعة من إخوة. صرتوا الطلبة والتلاميذ للوينديسين والمستر والليسونس. كانوا طلبوا مني أنني ندل لهم مجموعة من نصائح فيما يخص ببداية سنة إن شاء الله. واتمنوا أنها سنة تكون مليئة بالنجاح وتغفر. كانوا طلبوا مني أنني أعطاهم مجموعة من نصائح. كان قلت أنني ندلح الفيديو باش نحاول نجمع على المعلومات اللي ليس قدر سفيدهم. النصيحة اللولة اللي كان بغن نعطيها لهم إن شاء الله في هذه البداية هو واللي كان مجموعة من دلالي سيلقاوا مشكيل وابنائي سيلقا مشكيل فهذه الانتغراسيون الأولى وكيفاش تيبتها والدراسة وكيفاش يحاولوا ينضموا العمل ديالهم. العنوان اللي نقدر نعطيه لهذه الحلقة هذي هو كيفاش كيفاش تعلم طريقة التعلم. يعني كيفاش تعلم كيف تعلم بعدها كيف تتعلم. وهذه الحلقة هذي غادي نحاول قسمها الربعات الربعات النقطة. النقطة اللولة والحاجة اللي مهم ما بساب. هو أنك بعدها تعرف كيفاش كيفاش تعرف تكتب الأهداف ديالك. انت كتلميذ لك كطالب. شنو بغي من هالدراسة هذي. وشنو هما الأهداف. اللي تقدر تقسمها تاخد ورقة وستيلو وتكتب هالأهداف هذي. وتكتب الأهداف ديال اليومية ديالك. وكذلك الأهداف اللي تقدر تقسمها على موين تال موين تال موين تال. باش هكا تكون عندك واحد طريقة تعامل اللي غا توصلك الواحد النتيجة. إلا ما كانش عندك واحد طريقة تعامل. واحد الفيدوغوت اللي غا تخدمي لها. غا تبقى عاديك الدوز في النهارات وانت ما عارفش. ان النقطة اللولة اللي مهمة اللي اي واحد خستو يديرها. هو انه يشوف شنو بغي من هاد الدراسة دياله. وشنو فترة خصو يكون عنده واحد في دغوط اللي الحياة دياله كاملة. ما شي بالنسبة بالنسبة للدراسة. وحي الدراسة راي واحد المحطة من بين المحطات اللي كان دوز منها في هذه الحياة هذه. دونك خصي يكون عندك واحد طريقة عامة واحد الفيدوغوت. اللي اه من بين لزاكس ديالها هو الدراسة اللي انت فيها. لكن عندك متلا اه دراسة ديالك كتنقاسم بزاف المودول وعندك بزاف لازك الزامة عندك بزاف الزوم وداف لطيف يدير واحد الاهداف ديالك تقسمها. مثال النهار انا غاظد انقرأها اذي وهدين قرأهاFI وقد انقرأها ps5 ويكون عندك واحد ال الالمام جميع الميادين. ويكون عندك واحد ال fuiزيبيليتتة声 تصور واضح لهذه الاهداف هادي المحطى للولى اللي خصنا نديره المحطى للولى اللي خصنا نديره هو أنه نكتبوا الأهداف دينا اليومية والاهداف دينا اللي نقسمها على ثلاثة أشهر وعلى السنة فنرمشوا على ثلاثة أنواع الأهداف أهداف يومية أهداف متوسط لماذا herobeiter يستكون على ثلاثة أشهر وأهداف ديال السنة و انا كنظن انه الى طرحت هات السؤال ديال كل واحد يعطيني شنو الاهداف دياله خلال ترت اشهر مجموعة من الناس اللي غير ما غير يجوهم هنو سؤال صعب و غير قوي حد المشكل باش يجوبوا على هات السؤال هاته لذلك زم النصيحة الاولى اللي كان نصح الاخوان ديالي والاخوات و انك تكون عندك واحد ورقة الاهداف و اذا قد ازجاج هاته ورقة الاهداف تلقى لها واحد المكان في التلفون دياليك او الفيس دياليك او تتعلقها و هكا تكون تتشوفيها باش تتذكرك لذلك هاته احسن حاجة لذلك ندوز الى النقطة التانية النقطة التانية هو التخطيط ضروري تكون عندك واحد طريق التخطيط اللي عندها علاقة ما بالاهداف والوقت اهداف ساليناهم تراصينا الاهداف ديالنا دبا كيفاش نحقو هاد الاهداف خصنا القول هو واحد الحيز من الوقت اللي نستغلو عليهم الى كتنا داير مثلا كهدف انني نتعلم اللغة الانجليزية خصنا ندير واحد الوبجيكتيف واحد تخطيط اللي يكون تخطيط اه قانتيتاتيف يعني يكون واحد تخطيط اللي يمكن لي انني نحسبوه باش نعرف انني واش حققت هاد الاهداف ديالي ولا ما حققش مثلا درسانا اننا غادي نقرأ اللغة الانجليزية دوك الهدف ديالي انني نتعلم اللغة الانجليزية ما غادي ميمكنيش نديرها كهدف كهدف كبير دوك الهدف ديالي اه هو اننا غادي نلقى مثلا نتعلم واحد بعشرة واحد عشرين كلمات اللي نحفظها كل نهار دوك هذا هدف في ملموس باش ما نبقاش نضحك على راسي ونقول غادي نتعلم اللغة الانجليزية ونبقا ننسو ندير سوفا 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 ساعة تعلم خصي يكون عندي خصني حاسب النفس ديالي ونحاسب الراس ديالي انني ليش ما حققت هاد الهدف علش ما تعلمش هاد الاشرة قدرت هادف انني نتعلم عشرة الكلمات في السيمانة علش ما تعلمتهم اش طوو كنا قدر ان بعض الاشخاص اللي يمشيوا حتى يباني يبيناليزي وراسهم انه انهم ما داروش هاد الهدف هاد او لا يجازيوا راسهم في الهدقاء يلاحقوا هاد الهدف ديالي فكاك تكون بحل واحد واحد جزاء ولا واحد العقاب لنفس ديالي علش ما حققش هاد الهدف حيث ضروري تكون عندك واحد تعامل اه الجستيون مع الاهداف ديالي قلنا انه بالنسبة لتخطيط يكون لتخطيط عنده علاقة ما بالاهداف وما بالوقت وخصي يكون عندي واحد التخطيط اللي كنتيطاتي طنمتة ديال اللغة الإنجليزية قدرنا نعطوه واحد المثال وحد أخوات ديال المثال قراءة الكتوب والتعلم البرمجة أو لش حاجة الموكيلا خذتنه مثلا تعلم البرمجة ما ديش نخليها تعلم البرمجة خصنين نحصره على على شنو غدين تعلم الموكيلا خذتن تعلم مثلا بايثن ثم نقول انه مثلا في السمانة خصني نكري واحد الكود اللي كي برميه دفع هذا الوبجيكتف ديجا أنا حصرت تعلم اللغة البرمجية ديال بايثن في واحد البروغرام صغير نقدر ندبيه صغير ويدير واحد الوبجيكتف ونباد نقاعده وتنتعلم في هاد الميادين بالنسبة لاخدنا المثال ديال السيستام دان فرميات يجغرافية ولا أو لا أي ميدان تعلم لذلك الميدان هذا ما يمكنش غدين قول أنه ليهدف دياله هو تعلم تعلم لعدم معلومات يجغرافية هذا هدف مزيان ولكن يجب أن يكون قسم الأجزاء يعني إلا أخذتنا مثلا هاد الشهر هذا غدين تعلم سيستم دان فرماتي جيوغرافيك سنرى ماهو 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 سيستم دان فرماتي جيوغرافيك سنقول هاد سيمانه غادي ناخد مثلا تعلم الانجيو داتابيس هاد الانجيو داتابيس خسني هاد شرق الميتريزيه مزيان هاد هدف بالموس وهدف معقول وهكدا كنبدأ نحس انني راسي كنوصل الانجازات بشوية بشوية مايمكنش انني نوصل الواحد الانجاز كبير الى ما قسمتوش المجموعة من الاجزاء ضروري نبدأو نكسبو الاهداف دينا كورتام موينتام لانتام ندير واحد اخطيط اللي يكون توا غيزونابل ومعقول على حساب الوقت اللي عندي اذا كان عندي انا دجا نقرأ نحاول نقسموه شوية مع الاصديقاء شوية مع تعلم لغة شوية مع قراءة شوية مع نحاول نلقاء جميع الفراغ ونقدر ندير واحد لها ماتريس ديال السويع اللي عندي وكيندي موديس وغا انتامات اللي يكون فيهم 24 ساعة ديالك هاتك 24 ساعة كتحاول تشوف شنو هو الفراغات اللي عندك شنو هم الوقات الفارغة اللي عندك وتعمرها وغا تلقى رأسك انه عندك بزاف الناس اللي كي تشكون من الفراغ ولكي تشكون من انهم عندهم ما عندهمش الوقت ولكي هادوك الناس من غا تديرو حد لها ماتريس تكون عندك الوقت ديال كامل فهذه الحالة غا تلقى انك مجموعة من من الزماني فارغة وهنا تقدر تزيد فيها شي حاجة ولا تعمل شي حاجة طوك تخط اهداف تخطيط والحاجة الثالثة اللي مهمة مشنو هي ديبوركينج هي العمل العاميق إذا انني ممكن نخطط انني ندير شي حاجة طوك خصني ننسى هادوك البرازات اللي كيكون وحداين طوك خديت انني نقرأ واحد جز صفحة ديال القرآن مثلا ولا جز صفحة ديال واحد الكتاب فهد المدة الزمنية ديالساعة صافر يا خصني نحيي دليا التليفونات نحيي دليا التليفزيون حي دليا باسين طوكسا فيديو خصني نتفوكاليزا على هادوكسا فيديو خصني العمل العاميق ديبوركينج وهدا واللي كمشكل الكبير اللي اللي كان نعاني من نوحتي احناية وعدنا واحد تشتوت فالعمل يعني انك كتبغي تدير شي حاجة كتبدأ كي يجي واحد صادق ديالك سيهضر مقاتي وحد الميسال تشوفهم كتبغى ما عندكش هداك العمل العاميق وإلا ما كنش عندك هدا العمل العاميق أوطماتيك ما ما كيكونش عندك وحد تركيز وما كيكونش عندك وحد اه اي بداع فهذاك العمل اللي غتقوم به طوك دروري يكون عندنا واحد العمل العاميق في اي ميدان قدرناه يكون عندنا هداك اه 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 فوكيس وورك ولا ديب ووركين ورابح حاجة واخر حاجة هي الراحة النفسية ما يمكنش في هذا الدنيا تخدم شي حاجة وتعطيش حاجين ما كانش عندك واحد الراحة النفسية وهذا الراحة النفسية من غتجي كل واحد يقلب عليها من غتجيه كاللي كيقلب عليها في الرياضة كاللي كيقلب عليها في قراءة القرآن كاللي كيقلب عليها مع اصدقاء دياله كل واحد سيحاول يلقى فين كي يرتاح باش كي تعطي الرأسه واحد اللي يرجي اللي غتزيد تخليه يحقق الاهداف الاخرى حيث انفوك تحطم نفسيا ما يمكنش تزيد في هذوك الاهداف الاخرى وغتتهرس طوك خصنا ندير واحد ليكيليبر في هاد الحياة ديالنا وهاد ليكيليبر في هاد الجميع الاهداف اللي باغي ينحقوها ان شاء الله ويكون عندنا الصلاة بينسيو اللي كيصلي صلاة الفجر تبارك الله ها احسن حاجة تيكون واحد الانرجي اه 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 تقطك واحد القوة نفسية كبيرة الصلاة في الاوقات ديالها اه اذكر الله القرآن اه زيارات الرحيم هاد الاعمال كل هاللي عندها على قبعة اه الله سبحان و تعالى وقد أعطينا واحد دراحة نفسية وقد أعطينا واحد الشحنة وواحد الإكليبر في هذه الحياة وبين سور هذه آخر نصيحة اللي أعطي لكم بسم النعم الله سبحانه وتعالى أن يوفر جميعه وأنا سأعطي إشارة إلي كانت شيء معلومات وخاصة تحت الميدان الميدان اللي كانت نشتغلو فيه كان مجموعة من من البلاتفور ديالا كوميناتنا كان البلوغ اللي غنوطعو في الوصف ممكن أنك تطلعو إليه كان واحد لشين واتساب اللي ديرينا إحنا اللي كان نقشو فيها جمعة من المواضيع اللي تخصصات الميادين هادو وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع وشكرا جزيلا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر